مرحباً، اسمي هدى علي مصري، سوريا، مقيمة في الإمارات من ثلاثين سنة بعاني من مشكلة تسونة بشكل عام، يعني بسامل أسواب كتيرة من ضمنها كان عندي مشكلة هرمونية حاولت علاج المشكلة كتير، عن طريق المشياطر إريانة، اقتباع الجيمات، يعني اقتباع كتير طرق على مدى عشرين سنة وما كنت أسفيد، فطبعاً هلأ مع أنه الإنسان ما بيكبر بالنعمر بيبدأ بيكون معرض لأمراض كتير من جراء السنة هذا خلاني أفكر أنه أنا لازم أعمل عملي أخف في المرزن يعني ما كان عندي تكلفة العملية باختصار شبيل يعني فكرت بإني إلجأ الجمعية تساعدني، حكيت مع جميل الدار المر، قدم طلب عندهم خبروني الجمعية ما في تقدمني هذا المبلغ كمساعدة، ولكن ممكن تنزلي في مجلة ناشوناف عأساسي قدموني مساعدة العملية كمساعدة يعني خلال أسبوع حكم عن مستشفى الزهراء في دبي وخبروني أنه فيه الكتور اسمه جاريش، حيكون مسؤول عن العملية، وحيتكفر فيه وجيت على المستشفى وبدأنا الإجراءات، وطبعاً الأسبوع الماضي تقريباً، لأيون أسبوع عملنا تحليل مشان إجراءات العملية والأشياء المطلوبة إلى طبعاً بيّن أنه فيه ارتفاع بسيط بالضغط بالسكر والكولسترون، يعني العملية ضرورة صارت مئة بالمئة وأوجد بها الحامل حابي أشكر مستشفى الزهرة في دبي، لأنه ما رأوني في العملية، ويمنحوني هاي الفرصة للأتخلص من المرض وملوزن بنفس الوقت، والدكتور جايش رواعة بوخبر، محباً، تقوم بأمان وضع إنك تقوم بشكل خطال أبوزن كما في المعلوم ح⋯⋯، لديكتور تقوم بشكل خطال الأبوزن بالإجراءات عملية ليس؟ نهة نحن يحاولا سألتها سألتها فقرنا على تقاني في التعامل تقاني أو لمدة أحدها قدمنا بالنسبة لي ونحن ذلك أي شيئين تريد أن ترسيخ كل تفصيل اتجعاره سألتها أي شيئين يريد أن ترسيخ أنا؟ ؟؟؟،ؤلاء المجال ، سأخذ ذلك ، كيف سأخذ ذلك؟؟؟؟؟؟ ningس ألوك نحن نحن نحن؟ جدًا حتى نحن في نساعات الحدود وإن سيكون نحن في الأنمين ولكنت وقتنا نحن 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 في الحصول تحت تناول لديك حقيق مجال لا أهلاد دارين لا تساعد لك ذاك شكرا لك جديدت اندارك هكذا دارين ستين تشعبون فلمينه وزن ديادر ستين في مستمع سوية سلاء ومتعدك الخاصة . شكرا للمشاهدة . , أنت طفلا للمشاهدة . I took this report to my CEO Dr. Mohamondan and we discussed the case and graciously he agreed because we are planning to do a lot of charitable bariatric surgeries to help the society and to help the patients who are poor or who really urgent need of this kind of a surgery. So Mrs. Hanali came last month to me and she was complaining of obesity, of course, وفي نفسج الوحضة التلزيع والمثالي من الأ Yingschut العديم neatك وعندما نريد تعي Thank you so much so with this evaluation in the background we decided that as per hospital policy We agreed and she also agreed after consultation to do a charitable free for her the surgery Now at present we have guided her to do the preoperative progression which includes diet and exercise which is doing one week now and will continue another one or two weeks and we are going to post her for surgery which is sleep gastrectomy or sleep surgery next week or next to next week we will be discussing and whatever date is suitable to her and to us we will fix her date and hopefully after this surgery like other of my patients she will lose a good amount of weight plus she will improve her cholesterol, lipids her shape and size her mobility, lifestyle and borderline diabetes I feel very sure that that will be reversed back so hopefully let's wait for next story after surgery we will update you thank you very much